خلونا ننتقل برضو الأزمة مشكلة تانية لأحد الأسر القبطية بمنطقة أبنوب محافظة السيوت حيث تم الاعتداء على منازل وممتلكات ومواشي الأقباط بمركز أبنوب محافظة السيوت شهى صعيد مصر حيث للأسف كانت تصريحات رئيس السيسي حول المباني المخلفة أن يتم الأول تقديم تنبيه وتحذير وهذا يأخذ وقته عشان الأسر تبدأ تاخد حاجتها وتمشي وأن لا يتم الهدم فوق أرواح سواء أرواح بشرية أو أرواح حيوانية ولكن اللي رصدته الكاميرات أيضا من خلال اعتداء على الأقباط مركز أبنوب محافظة السيوت قيام الأجهزة المعانية بمجلس مدينة أبنوب السلفي تم توصيفه بالسلفي بتشريد أكثر من 41 أسرة قطية وهدم منازلهم وهذا يخالف قرارات رئيس السيسي السيادية وقتل مواشي وطيور وهدم المنازل التي لديها تصالح يعني كل اللي حصل دوت شايفين المواشي نفسها نافقة وفي بعض الطيور لأن انت عارفين الأقباط في بعض الكرة بيربوا الطيور ومواشي في منازلهم فهنا الاعتداءات اللي حصلت ديت حتى في مشاركة من إخوه مسلمين بيقولوا حسب الله ونعم الوكيل ورفضين كل اللي حصل تظهر أساسا أوراق رسمية لتصالح ما بين الأقباط والدولة ومجلس المدينة لهذه المباني وهذه البيوت ومع ذلك لا تأخذ الأجهزة التنفيذية بهذه الأوراق وتكون بالهدم فوق رؤوس الناس وتقتل المواشي والطيور التي يمتلكونها وطبعا الممتلكات الخاصة بهم طب ده اسمه ايه؟ يعني هنا المفروض التدخل السيادي أن فيه ناس للأسف في الدولة مسؤولين عن تنفيذ قرارات بيتنفيذها بشكل خاطئ ويخالف تماما تشرحات رئيس وكبار جلد الدولة فإحنا هنا بنسجل اعتراضنا أن أنت لما تيجي تاخد تنفيذ أمر تنفيذ ابدأ الأول شوف الناس دي معها أوراق وتصالح ولا معايش ابدأ ديهم تنبيه وتحذير وديهم الفترة كافية عشان يمشوا ما مشيوش ابدأ اخلي كل روح وكل نفس من المكان قبل ما تكون بالهدم بهذا الشكل فتولد للأسف يعني مأساة ايدي أطفال صغيرة اتشرادوا واحد واربعين أسرة اتشرادوا طيور نافقة مواشي نافقة طبقا يعني الصور هي اللي بتقول مش احنا اللي بنتكلم فدي أمور لا غير مقبول تماما من أجهزة معانية بالدولة في تنفيذ قراراتها ان هي تقوم بهذه الأفعال الهمجية ما عنديش وصفة تاني الهمجية في الاعتداء على منازل الأقباط برغم وجود تصريح وتصالح بينهم وبين أجهزة الدولة